ها هي سوريا والصين ترويان جذور علاقاتهم الضريبة في أعماق التاريخ من خلال قمة ثنائية جمعت بين الرئيس بشار الأسد وشي جينك بينغ لترتقي تلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إرث طويل من الروابط والمبادئ المشتركة المتعلقة بتكريس الحق والعدل والتوازن في العلاقات الدولية ودعم القضايا العادلة للشعوب وتوفير متطلبات الأمن والاستقرار والتنمية وعدم التدخل في شؤون الدول وغيرها من الأهداف المشتركة شكلت الركيزة الأساسية في العلاقات 67 عاما من العلاقات كان تعزيزها الهدف الأسمى لقيادتي البلدين بالرغم من التبدلات في الأوضاع الدولية ومحاولات الغرب تحجيمها من خلال التدخل المباشر في الدولتين وفرض عقوبات أحادية جانب عليهما غير أن النمو المتواصل في العلاقات كان سيد الموقف فالصين دعمت سوريا خلال الحرب الإرهابية المفروضة عليها واستخدمت حق النقد الفيتو ثماني مرات في مجلس الأمن الدولي لإفشال بشاريع قرارات غربية تنتهك سيادتها بالمقابل وقفت دمشق إلى جانب بكين ودعمت مبدأ الصين الواحدة الذي يهدف لمواجهة محاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هوري كونغ وغيرها كما أن دمشق تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع بكين وهي من الدول التي طرحت مشروع قرار استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة الصين تعي تماما ثقل سوريا جيوسياسيا على صعيد الموقع الجغرافي والمكانة الحضارية والدور الذي تؤديه في رسم سياسة الشرق الأوسط كما أن سوريا هي بوابة دول الشرق نحو أوروبا ومنها كان يمر طريق الحرير أحد أهم وأكبر طرق التجارة في العصر القديم والتي تسعى بكين لإعادة إحيائه تحت مسمى حزام وطريق وإنهاء أي محاولة أمريكية لخنق بكين وتنصيب واشنطن نفسها بوابة لطرق التجارة الدولية من جانبها وجدت سوريا في مبادرة الحزام والطريق التي ترحها الرئيس الصيني عام 2013 والتي انضمت إليها سوريا رسميا مطلع عام 2022 تلبي أهدافها الاقتصادية والسياسية التي دفع دمشق للتوجه شرقا في سياساتها الخارجية يبدو أن دمشق وبكين باتتا ليوم أكثر قوة لإظهار دورهما وموقعهما في النظام العالمي وقدرتهما على رسم الخطوط السياسية والاقتصادية العالمية فبيان الشراكة الاستراتيجية يشي بنهج صيني سوري قد يبدد أحلام واشنطن في أن تكون شرطية طرق التجارة العالمية